لو تضعونا في صورة تحذيرات التي تسبق انطلاق القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاس كل الأنظار متجهة صوب الجزائر هل الجزائر مستعدة أو على تم الاستعداد لربما تنظيم هذه القمة المهمة أكيد الإجابة نعم الجزائر مستعدة ليس اليوم فقط الجزائر لها باع طويل في الصناعة الغازية في العالم الجزائر قبل قمة منتدى الدول المصدرة للغاس كان لها تجارب كثيرة عقدت قمة الأوبيك في وهران 2008 عقدت قمة أوبيك ودول خارجها كذلك في هذا المركز مركز المؤتمرات في 2016 اليوم كذلك في 2024 سيكون كذلك حدث طاقوي عالمي غازي بذات المركز مركز المؤتمرات عبداللطيف رحال أين سيجتمع كبار منتجي الغاز في العالم حول مائدة جزائرية بخصوص الاستعدادات الاستعدادات يعني بدأت قبل انطلاق أشغال منتدى الدول المصدرة للغاز حيث سخرت الجزائر إمكانيات مادية ضخمة إمكانيات بشرية كذلك ضخمة تجندت لها العديد يعني من الوزارات كوزارة الطاقة وزارة الاتصال وزارة النقل الرئاسة مصالح الأمن الحماية المدنية كلها تجندت من أجل إنجاح ربما هذا العرس العالمي الاقتصادي الطاقوي بخصوص كذلك التحذيرات تم تخصيص يعني فنادق ضخمة خمس نجوم من أجل استقبال الوفوذ كذلك الصحفيين كذلك تم تخصيص ربما وسائل النقل واللوجيستيك من المطار إلى الإقامة إلى مركز المؤتمرات يعني إمكانيات ضخمة تم تسخرها من طرف الدولة الجزائرية من أجل إنجاح هذه القمة الآن نعود إلى الحدث وهو منتدى الدول المصدرة للغاز قبل الحديث ربما عن التحديات وكذلك عن البرنامج لابد أن نعرف مشاهدي ومتتبعي قناة النهار ما هو منتدى الدول المصدرة للغاز منتدى الدول المصدرة للغاز هو منظمة حكومية دولية استشارية فقط ماذا نقصد باستشارية؟ استشارية بمعنى أن القرارات غير ملزمة هو فضاء يلتقي فيه كبار منتجي الغاز وحتى ضيوب شرف كمستهلكين للغاز من أجل التشاور التحاور التعاون في التكنولوجيا في الصناعة الغازية في التكوين وغيرها من الأمور المنتدى تأسس بالضبط سنة 2008 في طهران بعد ذلك في سنة 2001 في طهران بعد ذلك في سنة 2008 أصبح منظمة دولية لديه هيكل مؤسسات يجتمع كل سنتين مقره في الدوحة ويترأسه حاليا مهندس جزائري لديه كذلك خبرة في الطاقة يدعى السيد محمد حمال عدد أعضاء الدول هي 19 إثنى عشر دول هي مؤسسة يعني دول مؤسسة وعضوة دائمة إضافة إلى سبع دول غير دائمة ينعقد كل سنتين آخر قمة كانت سنة 2022 بالدوحة وهي القمة السادسة بمعنى إن عقدت ستة قيمة والقمة السابعة ستكون في الجزائر ولكن الكثير من الخبراء وحتى وزير الطاقة محمد عرقاب خلال حوار لوكالة الأنباء القطرية قال بصريح العبارة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستكون قمة للتحديات الكبرى نعم قمة للتحديات الكبرى انطلاقا من العديد من المعطيات ربما ما يحدث يعني في العالم في الشرق الأوسط وعدم الاستقرار والجيو سياسية انطلاقا ما يحدث من توترات في البحر الأحمر كذلك من العدوان الصهيوني على غزة أزمة روسيا على أوكرانيا كل هذه العوامل أثرت على الصناعة الغازية أثرت خاصة على سلاسل الإمتداد ملفات عديدة سيتم تناولها على طاولة من بينها ربما كذلك قضية الأسعار اليوم للأسف الغاز يعني أسعارها ليس عادلة لا تساهم ربما في النجاعة بخصوص يعني الدول المصدرة للغاز ليس نفسه مثل النفط الذي تتحكم فيه البورصة يعني هناك ملفات عديدة مثل الاستثمار مثل الضغوطات السياسية كذلك قضية تأثير الغاز على تغيرات المناخية هذه ربما ملفات كذلك سيتم طرحها على طاولة منتدى الدول المصدرة للغاز إذا لديك أي أسئلة تفضل ملك ياسين نعم بالنسبة لبرنامج هذه القمة اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى افتتاح المقر رئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدر للغاز وتقديم تقرير توقعات الغاز العالمية يعني ما هو تعليقك على هذا البرنامج بالنسبة لليوم الأول بالفعل اليوم الأول يعني لأشغال منتدى الدول المصدرة للغاز ستكون بدايته باجتماع لجنة الخبراء رفيع المستوى أين سيتم مناقشة إعلان الجزائر إعلان الجزائر الذي يتكون من توصيات أوامر تعليمات سيتم مناقشتها بداية من الغد من طرف اجتماع يعني الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز بعد ذلك سيتم رفعه إلى اجتماع رؤساء ورؤساء الحكومات أين سيتم المصدقة عليه هذا بخصوص يعني إعلان الجزائر بعد ذلك سيتم التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الطاقة والمناجم أين سيتم الافتتاح الرسمي لمحهد أبحاث الغاز بالجزائر وهذا ربما سيكون مكسب وإضافة للجزائر من جهة وكذلك لكل الدول التي تنتمي إلى منتدى الدول المصدرة للغاز أين سيكون هذا المحهد فرصة من أجل التكوين نقل التكنولوجيا الخبراء كل هذا من أجل الوصول إلى تطوير الصناعة الغازية في العالم وكذلك إمداد كل دول العالم بهذه المادة الحيوية التي لا يمكن أن نتصور اقتصاد عالمي بدون غاز اليوم الغاز ليس فقط هي وسيلة لتوفير الكهرباء كما يظن العالم بل هي وسيلة أيضا لتوفير الأمن الغذائي من خلال الصناعة التحويلية كالأسمدة كذلك هي مادة أولية ضرورية من أجل توفير الأمن المائي من خلال محطات تحلية مياه البحر بالإضافة إلى تطوير الاقتصاد العالمي بعد ربما تدشين المحهد في الفترة المسائية ستكون هناك جلسة للخبراء أين سيلتقي في هذه القاعة التي أتواجد فيها والقاعة المجاورة سيكون هناك لقاء للخبراء خبراء سواء من الجزائر أو خارج الجزائر أين سيكون هناك نقاش مثمر بين الخبراء حول الصناعة الغازية حول التحديات حول تطوير ربما الصناعة الغازية إضافة إلى إطلاق ما يعرف بالتقرير في النسخة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز تقرير حول الصناعة الغازية في العالم والذي يتضمن توقعات الصناعة الغازية إلى غاية سنة 2050 طيب ياسين آخر سؤال الأكيد أن هذه القمة ومركز المؤتمر سوف ينظم ورشاة عمل مشتركة ما بين هذه الدول بالإضافة إلى صالونات ومعارض لآخر ما توصلت إلى البحوت وتكنولوجيا في عالم الصناعة الغازية بطبيعة الحالة اليوم يجب أن نقول شيء مهم ربما مالك صناعة الغازية معقدة جدا وتتطلب ربما تكوين وتطلب دراسات اليوم صناعة الغازية لا تشبه النفط صناعة الغازية معقدة ليس لها برصة وليس لها سعر محدد السعر الغاز يعني في الولايات المتحدة ليس نفسه السعر الموجود في الاتحاد الأوروبي وليس نفسه السعر المتواجد ربما في آسيا كذلك نقل الغاز يختلف هناك اليوم منافسة شرسة ما يعرف بالغاز المسال الذي يتم نقله عبر البواخر هناك كذلك الغاز الذي يتم نقله عن طريق الأنابيب مثل الجزائر كذلك ستكون هنا فرصة ربما نحن كصحفين من أجل التعلم ومن أجل كسب الخبرة ومن أجل الاحتكاك ربما بالصحافة الأجنبية وحتى الخبراء من أجل الحصول على معلومات وفيرة وكثيرة حول الصناعة الغازية قبل أن أختم لابد ربما أن أعطي معلومة ربما حصرية لتلفزيون النهار وهذا ليس غريب على تلفزيون النهار كونه أول قناة إخبارية قمة منتدى الدول المصدرة للغاز سيشارك فيها عشر رؤساء دول نعم عشر رؤساء دول يتقدمهم أمير دولة قطر الرئيس الإيراني الرئيس الموريطاني الرئيس الفينزويلي الرئيس البوليفي رئيس كذلك ليبيا وكذلك رئيس الموزنبيق ورئيس السينيغال نعم عشر دول ستجتمع في مركز المؤتمرات نعم شكرا لك ياسين باباسي موفد تلفزيون النهار إلى المركز الدولي للمؤتمرات كنت معنا على المباشر شكرا لك على كل ما قدمت مشاهدينا بهذا وصلنا معكم إلى ختم هذا المواد للإخبارات